هذا الحديث ليس جديدا وسمعنا الكثير من التصريحات سواء الرسمية أو حتى الدولية التي تتحدث عن هذه التوقعات لكن عندما يخرج هذا الخبر من الفورين بوليسي فهو تأكيد لهذه التوقعات هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالتأكيد للأسف المقال ليس فيه أي شيء جديد على خلاف ما يدعي المقال استفادة سعودية كانت متوقعة وغير مفاجئة وأريد أن أهنئ قناة العربية لأنه في برامجها وفي فترة الشهرين الماضيين ذكرت ذلك عدة مرات وأن المستفيد الأكبر من خفاض الأسعار هي السعودية وأن السعودية ستنتهي بحصة سوقية أكبر وأسعار أعلى وأكرر تهنيئتي للعربية لأنها هي على موقعها العربية نت نشرت مقالا للأستاذ علي شهابي منذ شهر ونصف ذكر فيه أن السعودية هي المستفيدة في النهاية من زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار كذلك الدكتور برنارد هيكل قد كتب مقالا نشراته Project Syndicate في عدة مجلات وجرائد حول العالم بعدة لغات يتكلم عن نفس الموضوع ومن فترة أكثر من شهر وأن السعودية هي المستفيدة في النهاية كنت قد كتبت عدة مقالات في الاندبننت العربية وموقع الطاقة وقام الأستاذ عضوان الأحمر رئيس موقع الاندبننت بالتغريد بالمقال والذي يوضح أن ترامب والجمهوريون هم الخاسرون وأن السعودية هي الرابحة وهناك عشرات التغريدات لي حول هذا الموضوع في شهرين الماضيين الحقيقة أن السبب هجوم بعض أعضاء مجلس الشيوخ على السعودية بعد قرار تخفيض الإنتاج سببه إدراكهم أن السعودية هي المستفيد النهائي والمستفيد الأكبر من خفاض الأسعار وذكر ذلك صراحة السناتور تيد كروز كما ذكر هيرولد هام رئيس شركة كونتيننتر ريسورسز والتي تنتج من النفط الصخري طبعا ذلك وذكره سكاتشفيلد رئيس شركة باينير وكان مما قاله سكاتشفيلد في السابق أنه لا يلوم السعودية على تصرفها والاستفادة من الأسعار المقفضة لأن ما قامت به هو السياسة الصحيحة لخدمة مصالحها ومن حديثي مع العديد هل هذا يبرر بأن جيسون بوردوف وهو عضو في مجلس الأمن القوم الأمريكي سابقا وأيضا كمستشار للرئيس السابق باراك أوباما أن يكتب مقال من هذا النوع أن المسألة ليست بقدر ما هي مدح للسعودية ويظهرها بأنها دولة قوية أيضا ربما تكون مواجهة جديدة ما بين الديمقراطيين أو الولايات المتحدة والسعودية في ظل هذه الاتهامات المستمرة بأن السعودية حافظت على موقعها حافظت على زبائنها وتمتلك الأدوات سواء الاقتصادية أو الأدوات السياسية من أجل الحفاظ على حصتها في السوق وأيضا دعم استقرارها الوطني أنا سأنظر إلى الموضوع من جهة أخرى نشر الموضوع في فورين بوليسي سيؤدي إلى قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بمهاجمة السعودية الآن إذن المسألة لا تخلوا من جانب سياسي السيدانس بالتأكيد ولاحظ أن هذا الشخص الكاتب سيكون له منصب كبير قادم لو نجح بايدن في انتخابات الرئاسة طيب وبالتالي نعود إلى النقطة الأهم ولكن لا يمكن نفي الجانب المشرق من هذا التقرير السعودية هي الدولة ربما كما قال الوحيدة التي تستخرج أقوى سياسيا واقتصاديا في حال تجاوز أزمة كورونا في النهاية سيكون الوضع كالتالي ستكون حصة السعودية أكبر ولا أستغرب أن تبلغ حصة السعودية 11 مليون برميل يوميا لفترة طويلة من الزمن وبأسعار تفوق 60 و70 دولار طيب هذه الأرقام أرقام مشجعة ربما تقترب من الأرقام السابقة ولكن لنتحدث بالزمن المقال لم يكن واضحا فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي ستعود أسواق النفط فيها إلى طبيعتها نتوقع هذا الأمر خلال سنة خلال سنتين أشهر أم ماذا؟ الوضع الحالي كالتالي هناك إغلاق كبير لآبار النفط في الولايات المتحدة وقد يكون هناك إغلاق جزئي إغلاق جزئي يعني هو تخفيض الإنتاج للبئر فيظل البئر ينتج ولكن ليس إغلاق كامل وهذا الغالب في الصخري الآن هذا سيحصل الإشكالية الكبيرة التي سنراها مستقبلا هي التالي أن آبار الصخري تأتي مع معدلات نضوب عالية جدا خلال السنوات الماضية زيادة الاستثمار في الصخري وحفر آبار بشكل كبير عوضت عن هذا الانخفاض وزيادة فزاد إنتاج الصخري الآن الاستثمار بانخفاض هذا يعني أنه لن يتم التعويض عن معدلات النضوب وبالتالي سيكون هناك هبوط كبير في إنتاج الصخري مستقبلا وهذا ينطبق طبعا على كندا ودول أخرى الإشكالية هي التالية أنه سيأتي وقت عندما ترتفع الأسعار سيتم فتح الآبار المغلقة وسيتم زيادة الإنتاج من الآبار التي أغلقت جزئيا ولكن لا يمكن التعويض عن الانخفاض بسبب معدلات النضوب هذا قد يجمع في النهاية إلى أكثر من مليونين ونصف مليون برميل يوميا بالإضافة إلى التخفيضات العالمية أنا أتوقع أنه بحدود منتصف العام القادم سيخسر العالم بحدود أربع مليون ونصف مليون برميل يوميا والتي ستضمن موضوع ستين وسبعين دولار لفترة طويلة من الزمن اشتركوا في القناة